القوة السياسية الفاعلة هي التي سوف تنتج الحكومة الحكومة تمتلك الموازنة الاتحادية والحكومة تمتلك القانون والحكومة تمتلك القوة وبالتالي الجهة السياسية التي ستكون مسؤولة وهذا ما تم الاتفاق عليه بشكل واضح يتم تحديد الجهات المسؤولة عن تشكيل الحكومة المقبلة وعن الكابين الوزاري وعن البرنامج الحكومي وبالتالي رئيس الحكومة هو الذي سيقدم البرنامج أنا صراحة أستغرب يعني في كل وسائل إعلام دائما يسأل شنو البرنامج الحكومي للحزب أو البرنامج الإصلاحي أو البرنامج الكتلة السياسية شنو علاقة الكتلة السياسية بالبرامج يعني كلام غريب الذي يطبق البرنامج الحكومي هو المسؤول من يطبق البرنامج؟ شلون سيادة النائب شلون ما لها علاقة الكتلة السياسية أنتوا معتكم تمثيل داخل مجلس النواب أنت اليوم ما تقدر تنطيني تقول لي أنا اليوم راح أخلي أمامي قضية معينة أنا اليوم أريد أرجع الصناعة أنا راح أحارب أرفع راية أنه إعادة المصانع المغلقة غيرها راح أسوي لقضية راح أشتغل على التأمين الصحي أنا راح أشتغل على أنه توفير الكهرباء من خلال تشريعات أو غيرها أو كذا أنا هذا جيد أسمع من الحكومة لكن أنت اليوم شنو البرنامج اللي تريد تقدمه للناس بابل أمان هو قلب الحياة السياسية أصلا سيد الكريم قدمنا برامج وترجمت هذه البرامج إلى قوانين تحت قبة مجلس النواب العراقي ولكن من يطبق هذه القوانين؟ الحكومة العراقية ثم هل يقدم التيار الصدري برنامجا حكوميا تفصيليا ونتفاجأ أنه حيث القوانين ليس من التيار الصدري طبط الكهرباء يمك يكون تخليهم بالبرنامج إعادة الكهرباء هاي البلوة من اللي بتلينا بيها هم يتفيدنا؟ هذا الدليل أنه مطر مساوي مو مثل ما تفضل استاذ طالب الأحمد أنه عظم مجلس النواب عنده امتيازات فلكية امتيازات فلكية هو عبارة عن موظف يأخذ خمس ملايين دينار ويذكر أنها امتيازات فلكية وهناك رواتب أعلى من رواتب أعظام مجلس النواب ليش ما تحاسبوهم دولة اللي عندهم أعلى؟ ليش ما تقللون من عندهم سيادة النال؟ سيد العزيز سيد العزيز اليوم الاستهداف واضح لجميع العملية السياسية وبالتالي جزء من المشتركين في العملية السياسية هم ما يحاولون عرقلتها أنا يعني عندما تقول لي يحاسب بل يحاسب الذي يحاسب هو الحكومة العراقية التي تمتلك القضاء وتمتلك الأجزة الرقابية وديوان الرقاب المالية وهيئة النزاهة أعلى سلطة رقابية أنتو سيد رياض أعلى سلطة نعم ولذلك نحن قدمنا أكثر من 14 ألف ملف شبهات فساد في هيئة النزاهة وهذه تم استدعاء عشرات الوزراء والمحافظين والرؤساء الهيئة المستقلة ويوميا يتم القال قبض على عشرات من المدراء العامين ومن الموظفين هذا ماذا يعني أنه هناك رقابة ولكن حجم الخراب حجم التدمير كبير جدا والمعالجات بكل تأكيد محدودة بسبب هذه الصراعات السياسية ترجمة نانسي قنقر